وفي الجوف دعا المحافظ أمين العكيمي أبناء المحافظة واليمن بشكل عام إلى النفير ومساندة القوات الحكومية حتى القضاء على ميليشيا الحوثي واستعادة اليمن الجمهورية جذلك خلال ترأسه لقاء موسع ضم قيادات السلطة المحلية وعاددا من وجهاء وأعيان قبائل دهم وأكد على التعبئة في صفوف أبناء الجوف استجابة لدعوة محافظ مأرب سلطان العرادة لمحاربة ميليشية الحوثية كما دعا جميع أبناء الجوف ومن يسكنها من الأبطال الأحرار ممن ضحوا وما زالوا في الدفاع عن الجمهورية وقدموا فلذات أكبادهم رخيصة في مواجهة البربرية الحوثي إلى النفير ومواصلة عطائهم للحرية وتضحياتهم لدحر الميليشيا التي أصبحت لعبة بيد إيران وتحرير كابل تراب الوطن منها لنذهب الميدان لنقاتل وندعو الغائبين من أبناء محافظة الجوف ومن كل من تسبيها أن يشدوا المأزر وأن يجاهدوا بكل ما يملكوا ما يستطيعوا وأن يخرجوا من البيوت للميدان لا ينفع الميدان ونحن هنا ولا ننتظر نحن في الميدان جميعا من أول يوم كلكم من أول يوم موجودين في الميدان نقول لبيش يا معرب لبيك يا معرب لبيك يا يمن لبيك يا ع fino كتابت لها